بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ دراسة الوحدة السادسة حول طرق تدريس القراءة في مقرر طرق تدريس اللغة العربية ما الموضوعات الأساسية التي نتناولها في هذه الوحدة؟ نبدأ أولاً بتعريف القراءة ثم أهمية القراءة ثم أنواع القراءة ثم نناقش أهم العوامل المؤثرة في تعلم القراءة ونبين أهم المهارات المختلفة المتضمنة في عملية القراءة وكيف ندرس القراءة وكيف نقوم نمو التلاميذ في مهارات القراءة المختلفة ثم نوضح قيمة القراءة ودورها الفعال في عملية التعلم دعونا نبدأ أولاً بمناقشة تعريف القراءة القراءة عملية عقلية معقدة تشمل تفسير الرموز التي يتلقاها القارئ عن طريق عينيه وتستلزم تدخل شخصية القارئ واستدعاء جميع خبراته السابقة كي يفهم ويتفاعل بوعي مع ما يقرأه فلا يجب أن يظن أحد أن القراءة عملية بسيطة بل هي عملية معقدة تدخل فيها قوى وحواس ومهارات مختلفة فأنت عندما تقرأ لا بد أن تقوم بالمراحل التالية أولاً رؤية الكلمات المطبوعة أو المكتوبة وهنا تظهر أهمية حاسة البصر والدور الذي يقوم به مع الجهاز العصبي في عملية القراءة ثم النطق بهذه الرموز المطبوعة أو المكتوبة وهنا تشترك في هذه العملية أداة النطق أو التكلم وحاسة السمع أيضاً ثم إدراك معنى الكلمات المنطوقة سواء كانت منفردة أو مكتمعة فيفهم القارئ ما يقع تحت نظره من كلمات أو مصطلحات أو معاني غريبة عنه أو جديدة عليه ثم انفعال القارئ وتأثره بما يقرأ هذا التعريف للقراءة يشير إلى أن عملية القراءة تتضمن ما يلي أولاً القدرة على تعرف الكلمات المكتوبة ثانياً القدرة على ربط الكلمات بمدلوله ثالثاً الاستجابة للمقرؤ رابعاً تكييف السلوك والأفكار بحسب المادة المقرؤة نستنتج من هذا الكلام أن فعل القراءة فعل كل متكامل للمهارات اللغوية والإدراكية والعقلي وأننا في موقف القراءة نعطي قدراً كبيراً من الاهتمام للمعنى المقرؤ والقدرة على التمييز بين الحقائق الأساسية والفرعي فالقراءة في صلبها هي عملية تمكن القارئ من استخدام ما يقرأه وتوظيفه في مواجهة مشكلات حياته إذن أريد أن أنبهك إلى أمر مهم أن القراءة ليست عملية ميكانيكية بسيطة ولكنها نشاط فكري معقد يستلزم الانخراط الشديد من القارئ لذلك في موقف القراءة لابد أن نهتم بتنمية مهارات التعرف والفهم والتطبيق والنقد وحل المشكلات اشتركوا في القناة